تطلع لقطات مثلاً أو تطلع شغلها فيها جرأة هذا الموضوع اللي يمكن الرقابة يتكلمون عنه شرايفه طبعاً نشوفه في كل عمل وقته في برمضان طبعاً لازم تتفادى كأنت منتج أو مخرج أعمال اللي ممكن سير فيه أشياء كذلك يعني أنت يعني كنا صغار برمضان كان فيه أشياء تمثلنا أشياء جميلة مسلسلات الكولتور مالنا فنحن ما نشوف مثلاً ملية الرياح أو أشياء مثل هذه اللي كانت تصير برمضان أنت هو شيء هذا المثل الكولتور مالك تشوف شيء مثلك على الشاشة فيه الشهر هذا كان شهر ممتازح كالشياء هذه هذا الشياء قعدت تتلاشى أنا من المؤيدين أن ترد أشياء كذلك مو بطريقة غديمة طبعاً طريقة جديدة بس أنك تحي فكرة تراث مالك حق المشاهد الزير خاصة بعد الفطور وأشياء كذلك كان الشياء وايد حلوة ممكن ترد بشكل أحلى بس بالنسبة أن أنت مثل ما قال يعقوب أنه صح أنت كرب عائلة أو ربة عائلة أنت لابت تحكمين شل الأطفال يشوفون ماشي تخليهم شوفون كل شيء نفس السوشل ميديا بين تلومون السوشل ميديا والتلفزيون لازم في شيئين لازم في المنتجين يوفرون أشياء زينه ونفس الوقت العوائل يحترمون أن هذا حق عمار معينة أنا ودي أسألك دكتور يعني الرقابة شافة الفيلم أكيد رقابة شافة أعطاني الناس عشان تصوير ففي مشاهد إنشالت ولا ما فيه لا ما فيه أي شيء ولا شيء إنشالت هو شوفوا الفيلم ترى جريء شوفين جريء بس ما يأخذش أي شيء ولا أنه يعني خلي أحد يحس أنه في شيء غلط يعني سعودية كانت غابل كبير يعني بالنسبة حق جمهور مو متعود مثل كويت أصلا على أشياء كثيرة ما فيه أي شيء يأخذش الحياة رسيكون في عمار معين للفيلم أن يتابعون الفيلم أعتقد خمسة عشر في سعودية حطوه خمسة عشر سعودية هذا بالكويت إنشاء الله ماذا يعني فيه أكشن ترى وايد يعني ترجمة نانسي قنقر